كلمة اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بسم الله الرحمن الرحيم السيدة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم في يوم من أيام العزة الوطنية وفي ساعات من ساعات الأمل وفي لحظات من لحظات التطلع للمستقبل يطيب لنا أن نحتفي بسيادكم في قلعة الانضباط الزيتي ومصنع الأبطال في الكلية الحربية التي تزهو اليوم للإعلان عن انضمام دفعات جديدة من الضباط الذين يتلهفون لكتابة أسمائهم في سجلات المجد مؤكدين عهد الولاء لله والوطن عزمين على مواصلة العطاء والفداء الجامع الكريم اليوم من مصنع الأبطال نوصق شهادة ميلاد جيل جديد يغطو أولى خطواته نحو تقديم نفسه والانطلاق نحو تحقيق ذاته وتنفيذ تطلعاته وآماله وهو يتجه بخطوات واثقة نحو مستقبله شباب ممتلئ بالإيمان والحماس والعز تبدو على وجههم علامة البهجة وعلى جبينهم ملامح الشموخ يتمسكون بالقيم الأصيلة للعسكرية المصرية التي تشبعت بها عقولهم ونمت داخل نفسهم من اليوم الأول لالتحاقهم بالكليات العسكرية سيادة الرئيس إن احتفالنا اليوم يأتي ونحن نتنفس عبير شهر عظيم شهر أكتوبر ففيه يوم من أعظم الأيام خلودا وهو يوم السادس من أكتوبر الذي سيظل خالدا في عقولنا وقد استوعب هؤلاء الأبطال ما حققه جيل أكتوبر العظيم فاتخذوه القدوة والمثل وشكل ما حدث خلال هذه الحرب تحديا أمامهم يقوي من عزيمتهم وإيمانهم بعقيدتهم القتالية وهي أن الدفاع عن الأوطان ليس اختيارا وإنما هو واجب مقدس السيد القائد الأعلى لقوات المسلحة إن مسئولية إمداد الوطن بالأبطال تقع على عاطق الكليات العسكرية وهذا يتطلب جهدا مضنيا وعملا مخلصا نعمل على إعدادهم الإعداد الأمثل ليكون استعدادهم عاليا وإنضباطهم ذاتيا وقد ألينا على أنفسنا أن نحدث من مناهجنا التعليمية لتتواكب مع آليات التحديث الذي نعيش فيه وهم اليوم يقفون أمام سيادكم يقدمون أنفسهم بعد أن أخسموا يمين الولاء وفي زخم احتفالنا بابنائنا الضباط الجدد لا يمكننا أن نغفل توجيه التحية للسادة مدير الكليات العسكرية السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء لكلياتهم التي تعلمنا فيها وعلى أيديهم أسمى معاني الوطنية والفداء كما أتقدم بخالص الامتنان لقيادة العامة لقوات المسلحة على دعمها الدائم واللا محدود ولزملاء مدير الكليات العسكرية وأعضاء هيئة التدريس على ما يقدمون في سبيل إعداد وتأهيل أبنائهم الطلبة ليصبحوا ضباطا لديهم الوعي وأمانة المسئولية كما أننا وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية لم تقتصب مهامنا على تأهيل وعداد دباط المستقبل وإنما امتدت لتشمل تأهيل الشباب المنضمين حديثا للعمل بأجهزة وموسسات الدولة المختلفة لتنمية بعد الولاء والانتماء لديهم وسوف نواصل هذا التكليف الوطني بعزيمة صلبة وإرادة لا تلين أبناء الطلبة أهنئكم وأوصيكم بالانضباط اعتزوا دائما بأنفسكم واعلموا أن المسئولية سقيلة وتقتضي السعي بصدق العز ونبل المقصد كونوا على يقين بأنكم زخيرة هذا الوطن فأنتم أبناء وطن جاء أولا ثم أتى التاريخ من بعده وإلى السادة أولياء الأمور لكم كل الحق أن تعتزوا بأبنائكم فهذا اليوم هو يوم الحصاد فلولاكم ما كانوا هنا ولولا جهدكم معهم ما استحقوا أن يقفوا على هذه البقعة المقدسة من بقاع الوطن فهنيئا لكم بأبنائكم سيادة رئيس عهد وقصم ويمين أن نؤدي عملنا الذي حدده لنا وطننا في إمداده بصفوات شبابه وأن لا نألو جهدا في سبيل إعدادهم لتحمل المسئولية الوطنية حافظ الله مصر شعبا وجيشا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة